السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنشارك معكم بعض الخطوات المهمة والتي يجب اتباعها من أجل تغيير شتلة من مكان إلى مكان أو من السيس إلى أرض مستدامة أول خطوة أصدقائي يجب علينا أن نقوم بتجهيز الحفرة يجب على الحفرة أن تكون بعمق أكبر من جذور الشتلة وبعرض أيضا يكون أكبر من جذور الشتلة باختصار أصدقائي يجب على جذور الشتلة أن لا يلامس أطراف الحفرة بعد ذلك سنقوم برأي جيدا للحفرة الرأي أصدقائي سيساعد على الحفاظ أهل الرطوبة بالنسبة لجذور الشتلة وأيضا سيجعل أطراف الحفرة أقل قساوة بعد ذلك سنقوم بإزالة الشتلة وتغيير مكانها بالنسبة للشتلاج التي تنمو في الصيس تكون العملية سهلة جدا العملية صعبة تكون بالنسبة للشتلاج التي تنمو في مكان مستدام سنقوم بحفر حلقة حول الشتلة يجب على الحلقة أن تكون عامقة هذه الشتلة هي شجرة فاكهة تعرف بالمغرب باسم المزاح واسمها باللغة العربية الأسكدينيا وتعرف أيضا بعنق الدنيا هذه الشتلة أصدقائي نمت من البودور صراحة اللب أقوم بزراعتها هي نمت لوحدها والآن سأقوم بتنقيلها وتغيير مكانها لأنها نمت في مكان ضيق جدا الأسكدينيا تبدأ في إعطاء الإنتاج بعد مرور سنتين أو ثلاثة سنوات من التطعيم وإذا لم نقوم بتطعيمها تأخذ منا من 6 إلى 8 سنوات لتبدأ في الإنتاج وبعدما انتهينا من الحفر سنستعين بالشوكة ونقوم بهذه الطريقة بغرس الشوكة في الأسفل ونقوم بقلع الشتلة من الأسفل يجب علينا أن نتجنب إمساك الشتلة من الغصن وجرها لأن ذلك سيسبب لنا بكسر في الجذور أو كسر في الجذاء في هذه المرحلة أصدقائي يجب أن نكون حذرين جدا خصوصا إذا كانت التربة هشة لأن ذلك سيؤدي إلى تفتت التربة وبالتالي تعريج الجذور وهذا سيؤثر سلبا على نجاح الزراعة المرحلة الثانية أصدقائي مهمة جدا في هذه المرحلة سنقوم بتخفيف من التربة وتقليم الجذور من المعلوم أصدقائي أننا نقوم بتقليم أغصان الأشجر ولكن هناك أيضا ما يسمى بتقليم الجذور هذه العملية أصدقائي تقلل من نسبة تعافون الجذور سنقوم بتقليم هذه الجذور الطويلة التي تتجاوز التربة هذه العملية مهمة جدا ويغفل عليها الكثير فإذا قمنا بالزراعة دون تقليم هذه الجذور الطويلة سيؤدي إلى الكماش هذه الجذور وبالتالي ستبدأ بالتعافون وتسبب لنا مشاكل من بينها موت الشتل المرحلة الثالثة أصدقائي وهي أننا سنقوم بإحضار تربة من مكان آخر لن نقوم باستعمال نفس التربة التي استخرجناها من الحفرة هذه العملية أصدقائي مهمة جدا ويغفل عليها الكثير وهي السبب من أسباب فشل أو نجاح الزراعة وذلك لأن التربة التي استخرجناها من الحفرة تكون مضغوطة جدا وتتيبس بسرعة وذلك سيؤدي إلى سوء التصريف وبالتالي ضعف في نمو الشتل لذلك نقوم بأخذ تربة سطحية من مكان آخر وبعد ذلك سنقوم بملء الحفرة بالتربة ونترك مكان لجذور الشتل فقط وبعد ذلك أصدقائي سنقوم بإضافة التربة ونقوم بتغطيةها جيدة وبعدما قمنا بإضافة التربة سنقوم بالضغط عليها جيدا بهذه الطريقة كما تلاحظون هذه العملية أصدقائي تساعد على تفريغ الهواء من التربة وأيضا تساعد الشتل على التمسك بالتربة جيدا وأيضا أصدقائي قمت بتقليم الأوراق السفلية للشتل لنتفادى ملامستها للتربة وملامستها للماء أثناء الرأي وذلك لأنها ستتعفن وتسبب لنا أمراض إذا وصلت إلى هنا أشكرك على المشاهدة وأتمنى أن يكون الفيديو قد نال إحجابك ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد وبعد هذه المرحلة أصدقائي سنقوم بالتحويل على الشجرة بهذه الطريقة هذه العملية أصدقائي تساعد الشجرة على الاحتفاظ بالماء أثناء الرأي أو أثناء تساقط الأمطار وبعد ذلك سنقوم برأي الشجرة أصدقائي يجب على الرأي أن يكون محور أي حول الشجرة ونتفادى الرأي بهذه الطريقة مباشرة فوق الجد الرأي مباشرة فوق الجد يؤدي إلى احتباس الهواء في التربة وبالتالي قد يؤدي إلى تأكسد الجذور يجب علينا أصدقائي أن نقوم بالرأي بهذه الطريقة حول الشجرة ونترق الجد الجاف هذه الطريقة الصحيحة للرأي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو أجملنا أن يكون قد نال إعجابكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله شكرا